احتمالات توسع دائرة الصراع في المنطقة تزيد الضغوط على الدنار العراقي والأسواق في البلد الذي يعاني مواطنه في الأساس من الغلاء وترد الخدمات حيث زادت التوترات في الشرق الأوسط من اهتزاز الدنار العراقي وسجل سعر صرف الدولار 1540 دينارا في ختام تداولات لسبوع الماضي بينما أشار محللون إلى إمكانية صعوده إلى مستويات 1600 دينار خلال الفترة المقبلة وسط تحذيرات من انعكاس الضربات الإسرائيلية على لبنان وإمكانية توسعها على سوق التجارة وحجم الحوالة المالية من العراق إلى الدول الأخرى تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه سوق الصرف من عدم الاستقرار نتيجة عقوبات أمريكية فرضت على مصارف وشركات وشخصيات متهمة بتهريب العملة لدول تخطأ لعقوبات أمريكية مثل إيران وسوريا ولبنان مؤسسة عراق المستقبل للدراسات أشارت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدنار العراقي هو نتيجة عدم القدرة على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد فضلا عن تراجع حوالات العملات الأخرى وتحديدا الدرهم الإماراتي واليوان الصيني ووفقا للمؤسسة فإن عدم قدرة آليات التحويل على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد الخاص ببعض السلع وتحديدا الهواتف النقال والذهب يدفع المستوردين للجوء إلى الطالب الدولار من السوق الموازي لغرض الاستيراد وباعتبار الاقتصاد العراقي ريعيا يعتمد على النفط فإن التوترات في الشرق الأوسط تهدد استقرار النفط وذلك ما يؤثر على استقرار العملة العراقية ولسيما حينما تغيب الخطط الاقتصادية التي لا تستطيع تدارك أي هزة تتعلق بتوترات المنطقة